موسيقى أهلا بكم في اتجاهات وكل عام وأنتم بخير وهذه الحلقة مهدى بمناسبة اليوم الوطني إلى جيشنا السعودي وإلى كل جنوده البواسل الذين استشهدوا وقضوا نحبهم فداءً لهيبتنا وعزيمتنا ووحدتنا وحدودنا وأمننا إلى كل أفراد الأمن الذين استشهدوا في العمليات الإرهابية والتفجيرات الدموية وإلى كل جندي باسل يقف الآن عند جبهة القتال لم ينضي العيد كما أنضيناه بين أجواء الأسر الحميمة إنما وسط دوية المدافع والحرب موسيقى 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 إذن تحية لقواتنا المسلحة تحية لجيشنا السعودي وكل عام ووطننا وجنودنا البواسل بألف خير وهذه تحية إجلال لأرواح كل الشهداء الذين فقدناهم على مرء السنين والحروب أخرها في حربنا من أجل حرية اليمن أبغى أبدأ حلقة الليلة في يومنا الوطني مع الكاتب الأستاذ محمد ناصر الأسمري المستشار الإعلامي ومؤلف كتاب الجيش السعودي في حرب فلسطين 48 أهلا بيك أستاذ محمد أهلا نقطة نادين أهلا وسهلا أول شيء كل عام وانتوا بخير مناسبة اليوم الوطني شكرا جزيلا ومقدر لك هذا العمل الإيجابي الجميل للوطن وأحييك على هذه المبادرة الله يسلمك في هذه المناسبة الجميلة في احتفال وطننا بالعيد الوطني أعتقد أنها مناسبة جميلة أن أتحدث وأستعيد ذكريات بطولات لأجداد وآباء شاركوا في الدفاع عن قضايا الأمة العربية على مدى أكثر من ستين عاما في عدد من كبير من البلدان العربية فقد تواجدت القوات المسلحة السعودية في عام سبعة وستين على الجبهة الأردنية وبقيت القوات المسلحة هناك لمدة عشر سنوات كانت تدافع عن أكبر شريط نعم بس كتابك عن الجيش فيه بالتحديد كان عن عام 1948 أول شي لماذا هذا العام بالذات اخترته؟ يعني ليش حرب فلسطين؟ اخترت هذا لأنه يعني أنا من موليد جين النكبة لذلك كنت أسمع والدي رحمه الله يتحدث عن بطولات الحرب وكان أحد الضباط المشاركين في تلك الحرب للأسف لم تأتي عودة الوعي إلا بعد فترة طويلة من وفاة الوالد وكنت أسمع حديث من مجايلين وزملاء له عن بطولات الحرب فقررت أن أسلك هذا الطريق وبدأت أبحث وسافرت إلى مصر وإلى لبنان وإلى الأردن لكي أجمع بعض الوثائق لأي درجة كان صعب بحصولك على الوثائق؟ نعم لأي درجة كان صعب أنك تحصل على وثائق؟ والله الذي يبحث في الكتب التي تألفت بخصوص الجيش السعودي جدا قليلة الحمد لله يبدو أن كتابي قد أصبح مرجع في المكتبة العربية وأيضا في الموسوعات العالمية مضمنها موسوعات ويكيبيديا كان الهدف من هذا الكتاب هو إلقاء الضوء أننا لم نكن ولن نكون مجرد بلد نفط ينظر إلينا أننا بلد إنتاج وبلد غنى بل كانت لنا أدوار جميلة في حركات النضال الشعبي من أجل الدفاع عن قضايا الأمة العربية في هذا المنطلق لم تكن تبحث المملكة العربية السعودية عن شرعية أو مشروعية لكي تنطلق في نضالها من أجل تحرير البلدان العربية التي عانت من ظلم الاستكبار العالمي لذلك كانت تواجد في عام 48 على الجبهة المصرية وفقا لقرارات الجامعة العربية فأمر الملك عبد العيز رحمه الله بأن يشارك الجيش وتمت مشاركة الجيش بـ 320 حرج أدخل معك بالتفاصيل بس أبغى من البداية فكرة الكتاب أنك تكتب عن حرب قلت حتى أصرف النظرة عن السعودية أنها مجرد بلد بيترول وأنك لنا دور وجود إيش كان ردة الفعل العربي تجاه هذا الكتاب؟ الحمد لله لما صدر الكتاب كنت أول مؤلف سعودي يوقع هذا الكتاب في نقابة الصحافة اللبنانية وتحدث مجموعة من الضباط الأسكريين والسوريين عن هذا الكتاب وفوجوا فيه أنه لم يكن يعلموا هذا الشيء يعني ما كانوا عارفين أنه السعودية دخلت في حرب 48؟ لم يكن هناك علم بمشاركة الجيش السعودي على الجبهة المصرية مع أنه كان يشكل ثلث الجيش المصري الذي شارك في تلك الحرب السعودين كانوا ثلث الجيش المصري الذي شارك في الحرب نعم فالمجموعة القوات السعودية التي شاركت على الجبهة المصرية ثلاثة ألاف ومائتين عسكري سعودي نصفهم شاركوا مشاركة فعلية في ميادين القتال وفي المعارك في نفس الكتاب تحدثت عن مشاركات سابقة من خلال المتطوعين الذين لم يكونوا نظاميين كتابي انصب على مشاركة القوات النظامية العسكرية السعودية مع القوات النظامية العربية التي دخلت في 15 مايو 48 أتون الحرب نعم طيب أول شيء يعني لقيت صعوبة في أثناء تأليفه أكيد أنت قلت المراجع يعني تقريبا كتابك اليوم صار مرجع لك الحمد لله يعني الصعوبات موجودة وكثيرة لكن كتابي هو يعني اعتمد على توثيق شهادات الذين شاركوا في الحرب مع الرفيو والريستشار المتنوع لكن استشهت بثمانية سأغلبهم يعني في كثير كمان اللي كان بـ 48 ممكن في ناس كثير توفز نعم بس كل اللي كانوا في كتابي هذولا أحياء لازال منهم الآن أظن حوالي أربعة أو خمسة أحياء أنسى الله لهم في الأجل أسأل الله سبحانه وتعالى لهم مزيد من الصحة والعافية هذه الشهادات هي التي كانت توثيق لشهادات أبطال ميدان وشهود عيان لأنهم اشتركوا في الحروب وأسروا منهم ناس وقت يعني استشهد كثير منهم ولازالت في غزة مقبرة للسعوديين حتى الآن وفي الأردن في مقبرة للشهداء السعوديين وفي سوريا هناك مقبرة للشهداء الذين شاركوا في 73 في غزة في مقبرة وفي سوريا وفي الأردن؟ نعم الشهداء السعوديين تعترف أماكنها؟ نعم معروفة طب أفين؟ نعم يعني في الأردن فين؟ موجودة لو بحثتي في الإنترنت موجودة فيها والقوات المسلحة الأردنية تحتفظ بموقع لها وكذلك القوات السورية وفي سوريا موجودة وفي كتابي القادم إن شاء الله الذي أتوقعه سيصدر خلال أشهر أيضا قد وثق مشاركة القوات السعودية على الجبهة الأردنية وعلى الجبهة السورية أيها حنتكلم عنه أكيد كتابك القادم فيه شعرت أنه هناك تخوف من نشر هذا الكتاب نشرته في السعودية أم في الخارج؟ وين نشرته؟ نشرته في السعودية كان فيه هناك تخوف من نشر كذا كتاب؟ لا بالأكس كان فيه كان فيه ثناء جميل جدا وأحسن ثناء كان من الراحل الأمير السلطان بن عبد العز رحمه الله أرسل ليه خطابا جميلا أعتز فيه كذلك الملك سلمان حفظه الله يعني منحني شهادة تقدير لهذا العمل الذي عملته ثم أيضا كنت حريصا أن عندما رأى احتفال هؤلاء الأبطال الذين وردوا في كتابي التقطت صورة لهم جماعية وكنت يعني نشرها في الكتاب حاربين القدام نعم موجودة في الكتاب والملك سلمان حفظه الله يعني كان داعم كبير جدا في عملية هذا التوثيق وأصبح الكتاب الحمد لله موجود في الويكيبيديا وسوعة الطيران العربي وسوعة المقاتل العربي كل هذه الموجودة هو أغلب شهادات محاربين قدامة صحيح؟ ضباط سعوديين شاركوا في الحرب وهذه تسمى التستيموني شهادات حية موجودة موثقة وأيضا وثقناها بالصوت والصورة في فيلم أنتج لتصالح دارة الملك عبدالعزيز نفس الاسم؟ كان اسمه نداء الشهامة لأن جزء منها كانت شهامة أن هؤلاء الناس قد أتوا من القوات المسلحة وهي لازلت في طور التكوين كما كانت المملكة سياسيا في طور التكوين ومع هذا انتقلوا إلى ميادين لم يكنوا يعرفوا طبغرافيتها لكنهم استطاعوا أن يحاربوا جنبا إلى جنب مع القوات المصرية وأن يشتركوا في معارك كذلك معارك منفصلة لوحدهم حققوا فيها انتصارات واستشهد منهم ووصيب كثير منهم والدي رحمه الله من الذين وصيبوا في رفح وكان من ضمن المحاصرين في الحليقات ونزال القائد حفظه الله موجود إلى الآن هو معالي الفريق علي قباني متاع الله بالصحة والعافية كان هو قائد استرية التي والدي كان فيها في تلك الأحداث ومكانوا ثلاثة ألاف تقريبا الذين شاركوا في الحرب مباشرة فعليا ألف وستمية ثم وصل أيضا ألف وستمية لكن في أثناء الهدنة توقفت وعدد القتل كان تقريبا في حدود كم؟ عدد الشهداء نعم أعتقد حوالي 21 ضابط وجندي هذا من الحرب النظامية طبعا في الشهداء من المتطوعين السابقين الذين كانوا ضمن الجيش السوري في 47 و 48 كثيرين وموجودين أيضا في الانترنت وفي كل مكان وسجل لهم يعني بصراحة هذا الكتاب أنا الفكرة عجبتني لأنه فيها تخليد لذكر هؤلاء سواء كانوا الأحياء أو أرواح الشهداء اللي قضوا في تلك الحرب وفيه كمان سؤال ممكن يعني يطرح البعض أنه طالما كان هذا التعاون العربي الكبير يعني في حرب 48 رغم ذلك حصلت الهزيمة لماذا؟ كتابي أوضح هذا وكتابي من ضمن مكونات ومذكرات قائد الجيش السعودي في حرف فلسطين على الجبهة المصرية اللواء سعيد الكردي رحمة الله عليه وقد نصرت هذه وقد كتبوا على الغلاف مذكرات اليواصل نعم ونشرت هذه المذكرات وأشار فيها إلى أسباب النكبة والصراع الذي كان يدور بين القيادات العربية بعض القيادات العربية التي كان من نتيجتها يعني حلحلة النصر إلى ما يمكن أن نقول النكبة نعم طيب وعلى الغلاف أيضا عبارة روايات المجاهدين تقصد اللي شاركوا في الحرب روايات المجاهدين الذين اشتركوا في النضال الشعبي غير الرسمي للقوات النظامية هم في تلك الفترة كانوا يطلق عليهم مناضلين صح؟ يعني بعد ظهور الحركات الإسلامية صار اسمهم مجاهدين لا هم في البدايات يعني ضد الوجود اليهودي في فلسطين قاموا متطوعين من فلسطين ومن مختلف البلدان العربية سيرا على الأقدام من كل مكان ومونوا أنفسهم كانوا يعملون عمالا في النهار في المزارع ويقاتلون من نفس الشيء ولذلك يعني جيش الإنقاذ العربي كان بقيادة فوزي القاوق جئوا مجموعة معه ثم تطور إلى أنه كان في مجموعة كبيرة من المتطوعين السعوديين قاربوا حوالي ستمائة شخص كونوا لهم فوج ألحق بالجيش السوري وسمي الفوج السعودي في سوريا وبعد أن تحولت النضال الشعبي هذا إلى القوات العربية النظامية انتهى دور هؤلاء المجاهدين وعاد كل منهم إلى أبروندانا ومنهم الذين عادوا إلى السعودية بعضهم أو الغالبية منهم يعني باتوا عاملين في القوات المسلحة السعودية ومنهم من وصل إلى الارتب عالية وموجودين في كتابه سنكمل عن الجيش السعودي في حرب 48 بعد هذا الفاصل فاصل وراجعين إذن كل عام وأنتم بخير وهذه الحلقة الخاصة المهدى بمناسبة اليوم الوطني لقواتنا المسلحة والجيش السعودي طيب أستاذ محمد والدك كان من الذين يعني تخاضوا هذه المعركة وهذه الحرب لأي درجة أثر فيك هذا الأمر كانت تنسبة مثلا الشعور بالقومية والانتماء إلى العروبة أكثر من أقرانك أستاذ محمد أستاذ محمد رحمة الله على والدي الله يرحمه يعني أنا أتفهم مشاعرك كثير رحمة الله عليه وعلى كل الذين شرفوا بالنضال عن أمة العرب وعن قضاياهم كنت بواسع لك سؤال بطلت بعد ما شفت دموعك كنت بواقوا لك يعني أسألك تتوقع كان أنت مصدوم في نتيجة العالم العربي اليوم أو فيما قال إليه إلى العالم العربي بعد الجيل اللي كان مناضر ودفع حياته لا زلت متفائر الحقيقة لأنه دورات التاريخ يعني تمر على الشعوب ولابد أن يكون هناك وعي من الأجيال المتلاحقة لتستفيد من الدروس والعبرة التي مرت لا زال عندي تفاؤل رغم كل المصائب التي تحيط بعالمنا العربي وبالعالم ككل أيضا من خلال التنافس المحموم على الثروات والسلطات سواء في العالم الذي يقال أنه عالم أول أو في من يلتحق به أيضا لا زال عندي أمل كبير أنه إن شاء الله سيكون هناك غد مشرق والأي درجة أثر فيك والدك والدي رحمة الله عليه يعني بعث فيه الإصرار والثقة والعمل المتواصل المتزم وهذا ما أنا عليه الحمد لله شعورك القومي يعني كان حسيت بارتباط بالقضايا العربية بالأمور الوطن العربي تعرف إحنا مرينا بفترة طويلة في الداخل كثير من التيارات المحافظة أو المتشددة وشتغلت على أساس تفصلنا عن قضايا العالم العربي بصفة تحت ذريعة الاهتمام بالأمة الإسلامية فقط وأن القائل بالقومية يعني إنسان قومية كفر عموما كانت يعني كان هكذا يكتب عنها هي أيضا سجالات سجالات هي سجالات على مراحل التاريخ ليست هذه المرة الأولى يعني في الثلاثينات وفي الأربعينات كان نفس السجال الموجود حتى وقت الحرب كان هذا السجال حتى وقت الحرب نعم لكنها سأعتقد أنها إلى حد كبير صحية وإن كانت في الآونة الأخيرة قد يعني استعادت شيء من الماضي يعني المظلم في إشاعة التباذل والاتهام بالأيدولوجيات سواء عقائدية دينية أو غيرها لكنها سرعان ما تمقشع يعني يمكن الأجيال التي صنفها ابن خلدون نحن الآن في الجيل الذي بدأ يستعيد ما كان من السابق وإن شاء الله أنا أتوقع أن الأمور ستنتهي إلى خير بعد أن تستوعب الأجيال المتلاحقة الصراعات التي بدأنا نراها الآن في كثير من الأوطان العربية التي ابتلت بالحرب الأيدولوجية وتدمير الأوطان وتخريب الأرض بأنفسهم يعني نرى ما حل في ليبيا وما حل في العراق وما حل في اليمن وما حل في كثير من البدان العربية الحمد لله تونس ربنا أنقذها وإن شاء الله الأمور أعتقد أنها ستكون إلى أحسن نعود لمذكرات اللواء سعيد الكردي ويريد نبذى عن حياة سعيد الكردي سعيد الكردي رحمة الله عليه كان من ضباط الشريف حسين في مكة ومن المقاتلين ضد الملك عبدالعزيز وعندما انتهت الحرب بين الملك عبدالعزيز والملك عبدالله بن الحسين أو الحسين في مكة نعم كان من ضمن الأسرى سعيد الكردي وإبراهيم الطاصان فجي أبيهم إلى الملك عبدالعزيز وهما أسرى وهذا ولو الضباط الشريف فسأل ما حالكم فأجابوا كان لنا بيعة مع الشريف حسين ولم نخنه ونحن الآن بين يديك إن أردت أنه بايعك بايعناك فقال بارك الله فيكما واللي فيه خير لغيرنا فيه الخير اللي علينا وتطوروا في القيادات السعودية العسكرية هذا سعيد الكردي وصل إلى رتبة اللواء إبراهيم الطاصان رحمة الله عليه وصل إلى رئيس أركان الجيش السعودي وهنا تأتي عظمة القائد السياسي وعظمة القائد العسكري لأن كل منهما كانوا وفيا للآخر سواء في العهد السياسي الذي انتهى أو في العهد السياسي الذي بات جديدا وهذه أخلاق عالية جدا ومن أخلاق الشرف الرهيح هو كان القائد في حرب 48 هو كان قائد الجيش السعودي عين بعمر الملك عبدالعزيز ثم بعد فترة استبدل بإبراهيم الطاصان وواصل إبراهيم الطاصان القيادة ماذا تم استبداله؟ قرار سياسي وكان كتاب موجود فيه كتاب من الأمير منصور رحمة الله عليه أول وزير الدفاع السعودي إلى نظيره في المصر أنه صدر الأمر بتعيين الأمير اللاي سعيد الكردي أمير اللاي كرتبة عسكرية باللغة التركية تعني عميد لأنه عين رئيسا لأركان الجيش السعودي ويحل محله الأمير اللاي إبراهيم الطاصان وحصل طبعا كانوا من مختلف مناطق السعودية أكيد من كل مناطق السعودية ليس في ذلك الوقت بل حتى الآن الذين اشتركوا في الأردن وفي سوريا جاء بهم من مختلف مناطق المملك وكانوا تشكيل تلك الأفواج التي صافرت للقتال في هذه البلدان العربية للدفاع عنها شيء سريع جدا ولذلك لم يكن هناك مجال للاطلاع على طبغرافية الأرض وعلى مسرح العمليات إلا من خلال الواقع الميداني بعد أن وصلوا إلى أرض القتال وإرض المعرك ومسرح العمليات بدأوا يتبادلون مع الجيوش صاحبة الأرض المواقع التي يعينت لهم ونطاق المسئولية الدفاعية والهجومية لتلك الأماكة واستطاعوا خلال فترة وجيزة أن يستوعبوا هذه الدنيا ورغم تنوع الأسلحة ورغم تنوع هذا إلا أن كفاءة التدريب المتصل في القوات المسلحة السعودية جعل من هؤلاء الرجال رجال عظماء وقادة متميزين في الحرب وفي السلم طيب ناصر الأسمر والدك إيش كانت رتبته كان في حرف فلسطين برتبة ملازم مثل كل زملاء والذين كانوا شباب صغار أخذوا إلى هنا تقاعد رحمة الله عليه برتبة مقدم ثم انتقل رحمة الله وأنا أدرس في أمريكا الله يرحمه الله يرحمه والبلد مو بس كدولة لكن حتى كشعب تعتقد أنه على دراية كافية بما حدث يومها هل تربط علاقة عاطفية مع المحاربين اللي دخلوا هذا الجيش سواء كانوا شهداء بكل تأكيد لو استعرضت كتابي لو وجدتي أنه الصحيفة الرسمية في مكة صحيفة أم القرى كانت يوميا أو على فترات صدورها تنشر قائمة وأسمتها نداء الشهامة كانت جماهير الشعب على مستوى الحالة الاقتصادية في تلك الأيام يتبرعون بالريال وبالعشرة وبالمئة لصالح المجهود الحربي للمتطوعين في فلسطين لم يكن هناك تبرعات للقوات النظامية كانت للمجاهدين وكانت أيضا لرعاية أسر المجاهدين ملك سلمان يعني كان إلى فترات طويلة وهو رئيس اللجنة الشعبية لمناصرة شهداء فلسطين وكانت تستقطع من رواتب السعوديين وغير السعوديين نسب مئوية ترصد لصالح فلسطين ولشهداء فلسطين وتتسلمها منظمة التحرير الفلسطينية ولا يزال الشعب السعودي إلى الآن متعاطف في مناصرة القضايا العربية في الدفاع عنها لم تكن القوات السعودية في أي يوم من الأيام هجومية بقدر ما كانت دفاع عن وطنها هذا يوجد أنه هدف الحروب اللي دخلناها على مرة السنين منذ تأسيس الدولة كان أغلبها زي ما قلت لي دفاعي هي كلها كلها التي خاضتها في الدفاع عن الأردن وعن سوريا وعن مصر وعن فلسطين وعن لبنان كلها كانت قضايا دفاعا لم تكن هجوم إلا على العدو الذي كان يهاجم هذه البلدة وربما هذه من يعني توصف بأنها يعود سعودم اللتري دوكترين أو العقيدة القتالية السعودية إذا كان يجوز لي أن أتحدث في هذا المنطق أكيد طبعا عقيدة القتال السعودية ما هي؟ يعني لست مخولا ولا مؤهلا أن أتحدث في هذا الموضوع لكن كنظرة عامة وكقارئ للتاريخ أعتقد نعم إلى حد كبير عقيدة القتالية للقوات السعودية هي الدفاع عن الأرض والأرض سواء في داخل الوطن أو ممن يعتدي على بلدان عربية شقيقة نعم يعني برضو حسألك سؤال آخر عن العلاقة التي تربطنا مع الجيش وحسأل ضيفنا الأستاذ عمري العامري الذي سيكون معنا في اتجاهات الليلة عن طيب العاطفة ما بيننا اليوم وما بين الجندي السعودي هل تعتقد أنها موجودة؟ بكل تأكيد العلاقة بين الشعب والجيش نعم لازالت موجودة وأفراد القوات المسلحة هم من أبناء الشعب ولهم أسر ولهم أبناء وأجيال متوالية ترث هذا المجد في الدفاع والحب للوطن وطبعا ليست هذه خاصية بالسعوديين كل إنسان ينتمي إلى وطن لا بدنا الوطنية مكون رئيسي في مخيلته سواء الماضية أو المستقبلية نعم كنت كمان تكلمت أو كلمتني عن المرحومة عائشة المسند وقلت لي أنها كتبت شيء عن الجيش السعودي رحمة الله عليها الزميلة دكتورة عائشة المسند سبقتني في كتاب عن الجيش السعودي ألفت كتاب؟ نعم يعني اجتهدت فيه لكنه لم يكن توثيقيا كما كتابي فكتبت في كتابي هذه أنها سبقتني وأنا تابع لها وأنا سعيد الله يغبر له يرحمه أيضا كان أيضا صالح جمال حريري كتب كتاب عن الجيش السعودي في حرف فلسطين قبل كتابي وقبل كتاب عائشة المسند وكان عبارة عن احتفالية بعودة القوات السعودية التي شاركت في حرف فلسطين 48 على الجبهة المصرية قصايد وكلمات ضباط مشاركين لكن العمل التوثيقي هو كتابي الذي أنا يعني ويومها كان أحد كتب عنها أو ألفت مقال كتبت مقال عن من انتقدها بأنه كيف تكون امرأة وقال لعيب عليك أنت مرأة كيف تكتب عن الجيش صح؟ نعم هذا صحيح كان معترضين أنه ليش امرأة تكتب عن القوات المسندة؟ وجهة نظر لشخص يعني محترم أقدرها وأحترمها لكني أيضا كيف رأيك عن المرأة التي تكتب في القوات المسلحة أو القدراتنا الاستراتيجية والعسكرية؟ أولا لعل السعادة العميد البحري عمر أقدر مني على هذا الإجابة لا إيش رأيك الخاص؟ أنا أعتقد الفكر الإنساني ليس مرتبط بذكورية أو أنوثي دام العقل والوطنية كمان ملها جنسي والوطنية أيضا والوطنية أيضا طالما العقل يستطيع أن يفكر ويحلل ويستنتج فلماذا نصفه بأنه ذكوري أو مؤنن؟ كتابك القادم سيكون عن حروب السعودية بعد حرب فلسطين تحكي لنا شيء عنه؟ إن شاء الله سيكون عنوان الرئيسي له السعودية دولة واجهة ومواجهة طبعا السعودية لم تكن يوم من الأيام هي دولة طوق للكيان الإسرائيلي لكنها كانت واجهة ومواجهة من النضال الشعبي والرسمي والعسكري والسياسي نزلت في الواجهة ونزلت مواجهة وتتظل إن شاء الله نعم وسيصدر قريبا الكتاب؟ أتوقع إن شاء الله ماذا تقول للجندي السعودي اليوم؟ ماذا تقول لقواتنا المسلحة بمناسبة اليوم الوطني؟ وطنكم فخور بكم وبإنتاجكم وبتضحياتكم ويترحموا على من استشهد منكم وأنا أقول لك أنا وغيري أكيد فخورين بما قام به والدك رحمه الله وروح خالدة مثل روح كل المناضلين والشهداء الذين قضوا وتوفوا وقتلوا واستشهدوا وعذبوا من أجل أن نحيا حياة أفضل يوماً ما على الأرض العربية وأتمنى أن يكون هذا الشيء يعني جزء من المكافأة أن أقدمها لكم أن أقدمها لهم أن تتحسن معايير الحياة في الأرض العربية وأشكرك أستاذ محمد ناصر الأسمر مؤلف كتاب الجيش السعودي في حرب فلسطين والمستشار الإعلامي وأشكر دموعك وأحيي والدك مرة ثانية شكراً لك أستاذ محمد شكراً جزيلاً وشكراً لك على عملك الوطني الجميل وليس غريباً عليك وشكراً لكل الطاقم الذين معك الله يسلمك يا رب بعد الفاصل سينضم إلينا سعادة العميد ركن البحري الأستاذ العامري ابقوا معنا وكل عام أنتم بخير أحييكم من جديد وكل عام والوطن وجنودنا وجيشنا السعودي بألف خير الآن معي العميد ركن البحري السابق الأستاذ عمر العامري والكاتب أيضاً أهلاً بك عميد ركن سعادة العميد كيف حالك سلمك تكلافية الله يسميك سعادة العميد أولاً طبعاً أنت ألفت كتاب عنوان ومذكرات ضابط سعودي بس بالمجمل يعني عند الحديث عن الجيش أو عن العسكرية لأي مدى يمكن أن يشكل تحدي لأي مدى يعني تتصل تحديات كتابة التاريخ العسكري بسم الله الرحمن الرحيم تحية في يوم الوطن وفي هذا اليوم لقيادة الحزم وتحية أيضاً لجيشنا المرابط على حدودنا الجنوبية وحيثما كان وتحية حارة وقوية إلى أمهات وأباء الشهداء وإلى أبنائهم وإلى زوجاتهم ونقول لهم نحن معكم نحن فخورون بكم أنتم تصنعون مجداً وتصنعون لنا وطناً يستحقوا أن نفاخر به إذا عدنا إلى سؤالك ما هي التحديات التي تواجه كتابة كتابة تعلق بالمؤسسة العسكرية دعيني يقول أنه أي كاتب عندما يكتب فهو يطمح إلى شيئين إما مجد معنوي أو مجد مادي يعني ليكتب الكتابة عن الجيش لن تحقق المجد المادي أو العائد المادي لأنها كتابة معلوماتية وبالتالي يجب أن يكتب لأهداف غير الأهداف المادية وهي أهداف التوثيقية الكتابة عن القوات المسلحة هي كتابة توثيقية وبالتالي الكتابة تحتاج إلى معلومات تحتاج إلى أقام تحتاج إلى حقائق قد لا تكون تحت الكاتب العادي أو المثقف العادي تحتاج إلى جهات معلوماتية هنا تبدأ قضية أو صعوبة تأليف كتاب عسكري ما هي متوفرة المعلومات في الغالب أيضا هناك حساسية الاقتراب من المؤسسة العسكرية على طول المدى لأسباب ربما كانت نتفهمها في السابق ولكن ليس الآن سرية تحيط بالمؤسسة العسكرية تحيط بالمعلومة العسكرية يعني لماذا كنت تتفهمها في السابق؟ كنا نتهيأ بالاقتراب العسكرية محاطة بالسرية معلوماتها أعدادها الآن هذه المعلومات أصبحت في الغالب متاحة على مواقع الإنترنت بل إن الكثير من اليوش الآن تضع لها على مواقع الإنترنت بأعدادها هناك مراكز متخصصة في العالم تصدر سنويا كتب معلومات كثيرة وليس كتاب مثلا مع الدراسة الاستراتيجية بلندن يصدر كتاب اسمه ميليتري بلنس يرصد قوات 176 دولة أعدادها وحتى أحداث الحروب ونتائجها أما السلاح فالشركات الصانعة تطوف عواصم العالم تحاول تقنع الناس بهذا السلاح بمداء بقوته بأشياءه الأشياء السرية تتلخص في التدريب وفي الخطط وفي ما هو داخل تفكيرنا لكن نحن بقينا نتهيب بالاقتراب ونحطها بالسرية يبدو أني أنا توسعت ولكن هذه هي الأسباب التي تحول دون كتابة كتب عن المؤسسة العسكرية وجعلت المرتبة السعودية مرتبة فقيرة في الكتب في هذا الخصوص نتمنى أن تتنبأ الجهات المسؤولة لهذه النقطة طب كان في معانا من شوي الأستاذ محمد ناصر الأسمري وهو مؤلف كتاب عن الجيش وعن حرب المشاركة السعودية في حرب الـ 48 تعتقد أن هذه المبادرات قد تسهم بتوسيع تكسر التابوهات والحواجز تجاه الكتابة عن العسكرية السعودية؟ سبحاني أنا أغسل تحية من هنا لصديقي العزيز الأستاذ المؤرق محمد ناصر وكتابه استفدنا كثيرا منه لو طلعت على الكتاب ستواجه الصعوبات التي وجهت الأستاذ محمد في الحصول على المعلومة رمضة فترات طويلة في عدة عواصم يبحث عن المعلومة وهذا يؤكد ما سبق قلتم أعتقد أننا بحاجة إلى عمل أكثر حتى طب إلى أي درجة يمكن أن يخدم البلد أو يخدم الجيش أن تكتب عنه أو تسرد عن الآلية العسكرية يعني إلى أي درجة يمكن أن يخدم الجيش؟ نحن لا نكتب عن المؤسسة العسكرية أو عن الآلية نحن نكتب عن الجيش الجيش جزء من المجتمع بل الجيش هو الممثل الغيسي للجتمع وفي الجزء الأول من الحلقة أنه هل إحنا تربطنا علاقة عاطفية مع الجيش كشعب أم أنه مجرد كلشي وإحنا فعليا ما يحدث أنه إحنا منفصلين عنه يمكن السبب هالحساسية هذا السؤال جيد هذا السؤال المليون دولار الجيش هو أفضل الممثل لمكون الشعب ولله الحمد جيشنا هو جيش ممثل المملكة العربية السعودية بكل أطيافه وليس جيش حزبي ولا جيش ينتمي إلى فئة معينة أنا والدي رحمه الله كان فلاح في أقصى الجنوب وأنا التحقت بالجيش ووصلت إلى مراكز متقدمة في المؤسسة العسكرية فجيشنا هو يمثلنا يمثل هذا الوطن وبالتالي الكتابة عن الجيش وعن إنجازاته وعن إساماته وعن معاركه هي كتابة عن الوطن وعن أبناء الوطن للأسف جيشنا جيش جميل وقوي ويستحق أن نبقر به وهو يعد من أفضل الجيش في العالم وبالإمكان الحديث عن مصطلحة من أفضل الجيش في العالم وبالتالي أرى أنه ضرورة الكتابة عن الجيش ليش عن مؤسسات أو أعداد ولكن عن مؤسساته عن مجتمعه عن بيئته طيب ضمن كلامك قلت أنك ألفت كتاب مذكرات ضابط سعودي وفاء لزوجتك ولأصدقائك وفاء لزوجتك أولا أنا يعني يعني كلنا عرفنا أن الأمير خالد بن سلطان حفظه الله بعد تقاعده ألف كتاب مذكرات قاتل من الصحراء كل الكتاب كل القادة العسكريين الكبار يعني في الغالب يكتبوا تجاربهم نارومنشوار سكوف كولين باول قبلهم من تجمري ورومل وهؤلاء كلهم كتبوا مذكراتهم أنا حاولت أستلهم هذه التجربة وأكتب جزء من مذكراتي من أسفاري لماذا قلت وفاء لزوجتي داخل مجتمعنا وفي المؤسسة العسكرية وداخل مجتمعنا دائما من يدفع الثمن ويدفع نجاحك إن نجحت ويدفع كل ما تصل إليه هي العائلة التي تقف خلفك لكن العائلة تظل مغيبة يظل المجد للرجل والنجاحات للرجل والنجوم للرجل بينما المرأة التي تسهر والتي تربي الأطفال والتي تحمى هذا تواضع نادر من رجل ما نسمعه دعيني أشعل شمع لعل الآخرين أنا لا أدعي أني مبشر ولكن في اعتقادي أن الأسرة إن نجح الرجل فخلفه أسرة عظيمة وخلفه الزوج عظيمة وخلفه تبعات دفعة هذه العائلة أنا عايشت وشفت هذه إذا ما كان العسكري إذا ما كان خلفه أسرة مستقرة لن يبدع في الحرب لن يبدع في الميدان سيظل باله مشغول خلفه لكن عندما يكون كل شيء مهيئ ففي التالي سينجح هنأخذ فاصل ونكمل عن نجاح العسكري بعد الفاصل خليكم معنا من جديد كل عام وأنتم بخير وأكمل مع سعادة العميد عمر العامري أستاذ عمر طيب بس قبل ما ندخل بتفاصيل أكثر عن الجيش السعودي وما يقوم به اليوم في سبيل حماية الوطن والمواطن وأمننا ووحدتنا بس سؤال سريع حول زوجتك اللي كنت تتكلم عنها قبل الفاصل أنا عرفت أنه في أحدى الدورات كانت هي من قلدتك رتبة صح؟ كنت في دورة بعد أحداث الحادية عشق من سبتمبر وكانت المجتمع الأمريكي والصحفة الأمريكية والإعلام الأمريكي محتقن ضد المسلمين وأن المسلمين متوحشين وكشيء بسيط أردت أن أوصر رسالة داخل المجتمع الأمريكي وداخل القاعدة التي كنت أو الجامعة التي كنت تتلقى فيها أحد الدورات أنه نحن مثلكم ولنا عائلات ولنا قيام ونحتفي بعائلتنا ولسنا كما يصور الإعلام المسلمين حصل أن صدرت ترقيتي إلى رتبة كانت عميد وفي أمريكا يسموها أدمرال فديهم تقليد أن عندما يقلد الشخص الرتبة تحضر زوجته وأطفاله وعائلته كانوا أعمل احتفاء فيه فأنا أيضا طلبت من قائد الكلية أن يقلد أن يقتفاه بحضور زوجتي وحضر الزوجتي وكانت تجربة جميلة كان لا تأثير على المحيطين بداخل المؤسسة العسكرية وأصبحت تقليدا الآن أسمع بعض العسكريين تقلده أمه هنا في السعودية في السعودية وكانت على شكل محدود أو والله مسموح له يعني تجي تحضر المراسم التقليد ربما في البيت أو لا تنسمعت حصل هذا في أحد الأماكن طب إذا تكلمنا عن العقيدة القتالية للجيش السعودي وإذا كان حصل فيها تطور منذ نشأة الجيش إلى اليوم ماذا تقول في هذا؟ أولا نتكلم ما هي العقيدة العسكرية قد الكثير داعه ما هي العقيدة العسكرية العقيدة العسكرية هي الأطر التي تعطي المؤسسة العسكرية طريقة آداء مهامها كما نعرف أن المؤسسة العسكرية هي تستمد تنفيذ مهامها من المهمة الوطنية هناك ما يسمى بالناشنال سيكوريتي أو الأمن الوطني الذي يستمد من ما يسمى بالأهداف الوطنية الجنرى الاستراتيجي فالجيش ينفذ الأمن الوطني الذي يستمد من الأهداف العامة للدولة هذه العقيدة هي تعطيها الإطار الذي ينفذ بموجبها العمل كمؤسسة غالبا عقيدتنا العسكرية هي عقيدة دفاعية لدينا وزارة الدفاع وفي كل أشياء نقول أنه تدافع على المنكة أو يدافع على الجيش كل البلدان كذا وزارة الدفاع؟ لا هناك في وزارة الحربية في دول وزارة العربية فعقيدتنا العسكرية هي الدفاع عن أراضي المنكة العربية السعودية وسماها ومياها وعن الحرمين الشغيفين جيز مهم لدينا هو الدفاع عن الحرمين الشغيفين وعن الوصول إليها فالعقيدة العسكرية في المجمل هي كيف يؤدي الجيش عمله؟ هذه العقيدة الشعب ما يعرف فيها ترى على فكرة؟ ما هي متداولة صح؟ متاحة يعني مش سرية؟ لا أبدا لو كتبت المليتر ديكترين قد تكون سرية للمنكة أو لدول الفلانية لكن العقيدة كعقيدة ما هي العقيدة العسكرية هي متاحة موجودة فقط تكتب المليتر ديكترين أو العقيدة العسكرية ستجد عشرات التعريف على فكرة ليس لا تعريف محدد في السعودية؟ لا ليس في السعودية لا أتكلم أنا عن السعودية طيب مفهومها تطور أو تغير منذ نشأة الجيش؟ هي تطور بتطور التهديد يعني منذ نشأة الجيش وهي عقيدة دفاعية وبقيت كما هي إلى اليوم وبقيت كما هي عقيدة دفاعية الدفاع عن الأربية السعودية وسواحلها ومياها وعن الحرمين الشغفين لكن هذه تتطور بالتهديد التهديد تنامى السلاح يتغير بالتالي تتطور مع السلاح الآن الحرب الآن تطورت الحرب الآن نحن نتجه إلى ما يسمى بحرب الحواسيب أو الحرب الذكية غدا لن يخوض الحروب أشخاص ستخوض الحروب حواسيب بل الآن بدأت يعني بدأت ما يسمى بالحرب الذكاء الصناعي في القوات المسلحة ضمن تشكيلاتها هناك من يعني متخصص بهذه الأمر في القوات الإلكترونية دهينا نتكلم عن الجيش السعودي التي قلت يجب أن نفخر في الجيش السعودي كأحد أفضل الجيوش في العالم يجب أن يعرف المواطن السعودي أن لديه أحد أفضل جيوش العالم لا نقيسه بالعدد لأن الجيوش لا تقاس بالعدد لا تقاس بالإمكانيات نحن من الدول القليلة التي لديها منظومة دفاع مضادة للصواريخ الباتريوت والحمد لله أثبتت جدوها الآن في الحرب في الحدود الجنوبية لم يصل أي صاروخ إلى مدنة السعودية كلها تعترض وهذا يجب أن نفخر فيه ليس كل دول العالم لديها طائرات الإنذار المبكرة الأواكس من الأربي السعودية من أوائل الدول ومن الدول القليلة التي تمثلك هذه المنظومة ليس كل الدول لديها الطائرات التزود بالوقود الطائرات السعودية تذهب إلى المناورات في الولايات المتحدة وتشارك فيما يسمى بتمرين القمر الأحمر تقلع الطائرات السعودية من السعودية إلى ولاية نيفادة وتشارك في تمرينات بقيادات سعودية وبتموين سعودي هذه الإمكانية لا تتوفر لأي دولة وليس لأي دولة صفقات الأسلحة التي كانت تتم خلال السنوات السابقة إذن كانت صفقات ذكية الصفقات هي دائما تعقد بناء على التهديد أو على التهديد المستقبلي يجب أن نتفهم إلى نقطة فيه تهديد آل وتهديد مستقبلي مثل العربية السعودية أسست بنية تحتية تذكر في حرب الخليج استطاعت أن تؤوي أكثر من مليون جندي إيواء مليون جندي شارك في حرب الخليج أو حرب ما سمه لا تستطيع أي دولة أن تقوم بهذا العمل إلا إذا كان لديها بنية تحتية موحدة من قواعد الجيش ليس فقط مدفعية أو طيرات فيها البنية التحتية الأهمة قواعد المطارات الطرق قواعد الاتصالات مراكز القيادة مراكز السيطرة فلدينا بنية تحتية من أفضل البنيات التحتية لأي جيش في العالم هذه الأشياء قد لا قد وبإمكانها صد أي عدوان وبإمكانها صد أي عدوان بدون الاستعانة بأي قوات أجنبية لا أحد ينشر أننا نستعين أننا قد نحتاج مساعدة الأصدقاء نحن نساعدنا الأصدقاء لكن لن نقبل ولن نرضى دائما نسمع مزايدات سندافع عن الخليج أنا كعسكري سابق تؤذيني هذه الكلمة لا تدافع عنها وطن لا ندافع عنها لا نستحقه ساعدونا لكن نحن من يدافع عن أرضنا من تقصد يعني نسمع في مقلات في أكثر من سياسة العرب يعني تقصد سندافع عن الخليج سنحمل الخليج لا لن يحمل الخليج سوى أبنائه ساعدونا كما ساعدناكم الجيش السعودي حارف في سيناء وحارف في الأردن وحارف في الجولان يعني تبقى دائما نظرة شوية دونية من قبل العرب تجاه بعض الأمور في الخليج ربما نكون نحن الملومين لأن البعض لا يعرف ما الذي قدمنا نحن قد نلام نحن لدينا مشكلة في الناحية الإعلامية نحن نعطي ولا نتحدث البعض لا يعرف ما الذي يعطينا خاصة العسكرية عندنا مشكلة كبيرة هذه مشكلة الإعلامية مشكلة الإعلامية الجيش السعودي حارف في الأردن وحارف في الجولان وحارف في سيناء وحارف في فلسطين وحارف في اليمن وفي الكويت وفي أماكن أخرى فساعدناكم إذا احتجنا ساعدونا ولكن نحن من يدافع عن أرضنا ونحن من يدافع عن بلادنا ويجاهزين ومستعدين ولدينا القوة قد لا يعرف البعض ما لدينا من القوات نحن لم نستقدم إلى الآن إلا جزء محدود من قواتنا في حرب اليمن لماذا؟ لأننا لا نجابه جيش نجابه مجموعة عصابات لدينا قوات تحمينها جزء فقط من قواتنا جزء بسيط جدا 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 فهي رسالة في يوم الوطن لأبناء الوطن طبعا أنه لدينا جيش قوي لدينا جيش أفخر به نجب أن نفخر بجيش تتوقع المواطن قلق؟ لا أبدا أنا من الجنوب أنا من جزال بين الحروب بين الميدان المعركة جزء بسيط والحياة هناك وتروح هناك وقضية العيد هناك بعيد عن الماكن العسكرية قريبا جدا حياة مدنية كيف ماشية أمور طبيعي كل شيء يمضي تمام وفي خوف بين السكان جزان لا أبدا أنا عيت في جزان والعيد ما يحلو إلا في جزان فلا لو في خوف ما روحت يعني ما يسمعوا طلق رصاص نسمع ونسمع بالطائرات ونسمعوا لكن جزء من الحياة في حاجة يسمى ميدان الحرب وفي حاجة يسمى ميدان العمليات ما لدينا هو ميدان الحرب طب النساء في جزان يعني أكيد الرجال يعني ما حيقولوا إحنا خايفين لكن النساء كيف حياتهم؟ أنا حضرت تشييع تشييع جنازة أحد الشهداء عندما أخذوه إلى المقرة بدأت النساء بالزغاريد هذا تقليل جديد يعني تقليل جديد الآن في جزان أنه عندما يزفوا أحد الشهداء تبدأ النساء بالزغاريد طبعا هناك ألم هناك وجع هذا لا أحد ينكر لكن هناك فخ بهذا الشهيد هناك إيمان بالوطن أنا شاهدت هذا بنفسي في الفترة السابقة النساء يزغردنا عندما يزفف يأخذنا أحد الأبناء إلى المقبرة طب هذا التقليد يعني إحنا شفناه في أراضي عربية كثيرة لكن النساء في جزان من وين جابوا التقليد؟ ربما شاهدوا وقلدوا وآمنوا به أم الشهيد هي أم الشهيد سواء في غزة أو في جزان أو سواء في أي دولة نوجه لهم أكيد تحية وهذه الحلقة مهدى لكل أم فقدت عزيز عليها وكل أب والكل روح شهيد كذلك كنت أيضا كان عندي سؤال بالنسبة لك أنت دخلت كنت كان لك دور في حرب الخليج؟ أنا كنت موجود في حرب الخليج وكنت في المؤسسة العسرية وشاركت في الميدان أنا كنت في القوات البحرية قوات البحرية لها طبيعة عمل مختلفة القوات البحرية دائما بعيدة عن الأنظار فبالتالي عملنا بعيدة جدا بعيدة جدا هذه لها خصوصية أيضا أعظم معارض الحرب العالمية الثانية كانت في البحر معارضة المدوي معارضة جواد الكنال معارضة بحر الكرال يعني وضحف فيها آلاف الناس حامل الطائرات تقرق بشاملها فيها سبعة ثمانية آلاف لكنها ظلت بعيدا عن عين الناس فقط ما يشتب عنها فهذه أحد خصوصية القوات البحرية التي كنت تشغف بالانتماء إليها نعم طيب عن الجيش السعودية القوات المسلحة السعودية عن هيكليتها عن تشكيلاتها يرى تقدم لنا فكرة مختصرة عنها عملية تشكيلاتها تنظيماتها هي عملية تنظيمة ليس أكثر ليش تتشابه قد تختلف المسميات لكن تتشابه تنظيمات لدينا القائد الأعلى لأفكافة أفع القوات المسلحة والخادم الحرمين هو القائد الأعلى القوات المسلحة تحته وزيغ الدفاع ثم رئيس الأركان ثم تأتي قوات المسلحة بتفرعاتها القوات البغية والجوية وقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي هل هناك قوات أقوى من الأخرى أم أن الجهد موزع بالتساوي بينهم؟ الحرب دائما حرب تكاملية لا يوجد قطاع يخوض الحرب وحده الحرب الآن أصبحت حرب تخوضها جميع القطاعات بالتالي ليس هناك أقوى وأضعف وإن هناك حاجة أن نحتاج هنا قوات بغية وقوات بحرية وقوات دفاع جوي يعني إحنا داخلين حرب اليوم دفاع عن حرية اليمن وأكيد زي ما قلت حضرتك أن جزء من القوات ليست كلها دخلت لكن ما تم الاستعانة باستشارات من ضباط متقاعدين مثلك وانت عميد رقمي لا لا يعني الجيش بخير وفيها التثير من الموجودين الآن في البدلة وفي الميدان أنا والله أتمنىك تأسس مركز بحثي طالب عندك اهتمام هذا هو السؤال وما نشتغي أبحاثي يعني أنا طرح لي هذا السؤال ليس علي على الكثير من الذين يتقاعدون لديهم ما يمكن أن يقدم ولكن من يشتغي استشاقاتهم هذا هو السؤال وزارة الدفاع وبالتالي هذا عمل مؤسساتي وليس عمل فردي يعني نعم صحيح أيضا بالعودة للعقيدة القتالية عقيدة الجيش هي عقيدة دفاعية ومن يوم التأسيس إلى اليوم عن عمليات السلام التي شاركت فيها السعودية برعاية الأمم المتحدة أو الجامعة العربية ماذا تود أن تقول؟ تختلف الجامعة العربية عن عملية الأمم المتحدة عملية الأمم المتحدة دائما تكون تحت مضلة الأمم المتحدة وتحت ما يسمى القبعات الزرقاء المملكة العربية السعودية لم تشارك تحت مضلة الأمم المتحدة إلا بجزء بسيط في الصومال وكانت عملية إغاثية لفترة محدودة لإغاثة الشعب الصومالي وكانت لم تكن تحت القيادة المتحدة كانت معلومة التحدة في عملية تنسيقية لكن بقيت بقيادة سعودية وبالعلم السعودي الجند السعودي لا يعمل إلا تحت قيادة سعودية فكان هذا ما أظنه أنها عملت فترة بسيطة كإغاثة للشعب الصومالي وضمن مجموعة عربية وإسلامية لكن في البلاد العربية شاركت كثير وربما زميل المؤرخ محمد ناصر حداد عن هذا هي شاركت في العردن وبقت عشر سنوات في حدود تماث مع إسرائيل شاركت أيضا في حرب الجولان وشاركت قبل ذلك في حرب فلسطين وفي السويس فشاركت ضمن أطر الدفاع العربي المشترك الذي أحد موثيق الجامعة الدول العربية طبعا وأيضا شاركت في حرب وتحرير الكويت يعني هذه شيء ما زال قريب وملموس والآن تدافع عن الشرعية في اليمن وليس فقط الشرعية ولكن ليبقى اليمن لليمنيين يبقى اليمن حديقتنا القلفية الآمنة والصديقة وليس العدوة هل باعتقادك سينجو اليمن؟ بالطبع سينجو اليمن لأننا العربية السعودية ذهبت إلى حرب وبأهداف معلنة لن تعود منها إلا منتصرة ولن تترك اليمن إلا وقد حققت أهدافها وأهداف الشعب اليمني وعودة الشرعية لليمن وجعل اليمن آمن لليمنيين ولجيران اليمن هذا شيء ليس لدي شك فيه إن شاء الله أستاذ عمري يعني اليوم إحنا بتواجهنا تحديات من كل النواحي خاصة مع الأزمات العربية اللي نمر بها هناك تهديدات مباشرة أو غير مباشرة لكن اليوم نواجه تحديات ومع اللي حاصل في الجنوب هل أنت مع التجنيد الإجباري؟ التاريخ الحي لا يقوم إلا بالتحديات ودائما منطقتنا قدرة أن تكون التحديات أنا مع التجنيد المبادرة الإجباري قد تكون قاسية لا نحتاجها أنا مع تأهيل الشباب لمعرفة أبجديات الدفاع نطلع العربية السعودية هي دولة محرية وهي قوة إقليمية ويجب أن تكون إقليمية فاعلة أن تكون قوة إقليمية فاعلة تحتاج إلى جيش يعني بأعداد كبيرة تجيش أعداد كبيرة ليست مستحبة إسرائيل مثلا لديها مليون ونص ما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي هم مدنيين ولكن على أهبة الاستعداد يأخذت دغيبات شهري كل سنة وعندما يكون هناك خطر يستدعو بشفرات أو بغسائل لأنه إن تضع جيش بأعداد كبيرة يحتاج إلى مصاريف قد تقتل هما ما يكونوا جيش هما مدنيين لكن سنتين تجنيد ما يحدث في بعض الدولي وفي الإمارات يعني تمثل وفي إمارات أيضا الآن الإمارات فيها التجنيد يعني هم سيبقوا مدنياً مح يكونوا سيظر المجد التجنيد الإجباري ليست تجيش الشعب ولكن إعطاء الشباب مجموعة من التدغيبات والتأهيلات التي تجعلهم يعرف التحديات وأعتقد أنها ستقضي على كثير من الأشياء السلبية في مجتمعنا يعني لدينا مشلسة البية داخل المجتمع سنة التجنيد ستعيد صياقة وعقلية الشاب السعودي ستنمي الولاء والانتماء أكثر الحس الوطني وأعتقد أنها بحاجة باختصار وحتى سمحت المفتيق قبل فترة أعلن أنه طالب بالتجنيد الإجباري كثير من الكتاب تتوقع هناك مستقبل للنساء في الجيش السعودي؟ لا تقول لي لا يعني أنا لا أتوقع أن نرى مريم المنصوري أغائد مريم المنصوري في الجيش السعودي ربما من يدر كثير أشياء متلاحقة حصلت في حياتنا في العشر سنين الأخيرة ولكن أتوقع أن يكون هناك مستقبل للفتاة السعودية في المراكز الأسناد في المصانع الحربية الآن المرأة السعودية في الجيش السعودي على فترة إذا اعتبرنا المستشفيات العسكرية جزء من الجيش فالمرأة السعودية الآن في المستشفيات العسكرية وهي تقوم بدور نبيل لكن أعتقد أن المرأة السعودية ستشارك في المصانع العربية وفي مراكز الأسناد أنا متفائل بالفترة هي لقل لدتك رتبة أدميراج وأرى أنها استحق ما الذي يجعل الرائد بريم المنصوري تختلف على أي فتاة سعودية اللهم هي عملية تنظيمية في المقام الأول صحيح وعندنا كثير نساء صراحة الوطنية يعني مشاعر الوطنية شوف في النت يعني مشاعر الوطنية في اليوم الوطني كل شعر السعودية بخير رجاء أولساء يعني نعم لا يعني ما أحد يزايد على أحد في الوطن طب أخذ السؤال بخصوص الجيش أخر سؤالين تتوقع أن لا زالت المعايير صعبة معايير الدخول الطالب للكلية الحربية أم تم خفض الشروط اللازمة هي ليست صعبة وليست سهلة هي معايير بدنية وعلمية ليست صارمة كما قلنا الآن الجيش هو عملية يعني عملية علمية في المقام الأول عملية علمية عندما اتحق الطالب بالكلية العسترية يجب أن يكون مؤهل أول شيء على المستوى البدني أيها هذه معروفة يعني في أي جيش في العالم على مستوى الطول والوزو ثم أيضا لازم يكون مولود في السعودية لا زالت هذا الشر ما زالت هذه الشروط أن يكون سعودي وهذه أشياء أعتقد أنها ما زالت وشروط القبول في الولايات العسترية هي تخضع لمعايير علمية وبدنية في المقابل الأول ثم تأتي إلى اعتبارات الأخرى هي عملية أرض وطالب لدينا عدد كبيرة وبالتالي يجب أن نتقق في من نختار ومن لن نختار في تفضيل مناطق أخرى أم لا الجميع السواسية؟ لا أبدا الجميع السواسية أنا والدي فلاح من أقصى الجنوب وأنا وصلت إلى مرات متقدمة شخصيتك تبدو مرنة اللي نسمع عن العسكر أنهم صري أو أقول كلمة أنهم قاسين وفيهم الجلافة ما عندهم مرونة لكن ما نصنع هذا يعني اللي صنع رؤية أن العسكر جاف هي المجتمع وليس العسكر المجتمع في نهاية ترفيه أو الأنظمة العسكرية التي حكمت في الدول العربية في نهاية اليوم المجتمع الإنسان العسكرية هو أب وأسره هو أب وأخوه وأخوه وزوجه لأن هذه جايبتها مو من الجيش لكن الأنظمة العسكرية التي حكمت الدول العربية ودول العالم دائما كانت يعني الجيوش العسكرية العربية تختلف عنها هي جيوش في كثير من الدول الجيوش حزبية العسكرية نتمع إلى الحزب أو إلى المؤسسة وعريف قد يغير لكن الجيش السعودي هو جيش للمجتمع السعودي نعم ماذا تقول للجندي السعودي اليوم؟ الحلقة مهدأة إلى الجندي السعودي سواء كان حي أو شهيد ماذا تقول له؟ قل قلبنا معك ودا سنغني معا بسعودية أجمل سعودية خضراء كما أنت اليوم لابس اللبس الأخضر لابسة أخضر لابسة جميلة منك أنت لبسي هذا اللبس الأخضر لأن اليوم الوطن أخضر الله يسلمك يا رب أنا كمواطنة سعيدة بأنه صار الاحتفال باليوم الوطني احتفال يوم جدا مهم وكلما تتقدم السنوات كلما تزيد ترسخ الوطنية أنا في طفولة لأنه يكون نحتفل باليوم الوطني بل من يبدع الاحتفال باليوم الوطني الآن كلنا نعرف اليوم الوطني ونفخر به ونطوف الشوارع بالعالم السعودي هذه كثير معالم جميلة جدا والولاء والانتماء أعتقد هذا من أهم أسبابه أيضا والوعي تراكمي الوعي تراكمي ربما نطمع للأجمل ولكن أنا مؤمن أن الغد سيكون أفضل من اليوم وما بعد الغد أفضل الوعي تراكمي وكل شيء ينمو بالزمن يعني نعم شكرا لك سعادة العميد عمر العامري على حضورك اليوم ومشاركتنا في عيادنا الوطنية شكرا أشكرك على حضورك وأبغى أشكركم على متابعة هذه الحلقة وأقدم تحياتي وتهداء هذه الحلقة لروح كل الشهداء الذين قضوا نحبهم فداء أمننا وأماننا ووحدتنا وهيبتنا وحدود وطننا وأهدي أيضا كل أم شهيد وأقول لها روح ابنك خالدة تحيا بيننا مع عاش الوطن كل عام وأنتم خير واليحيي الجيش أسبوع على خير اشتركوا في القناة